جسم ابني مش ملك ليا انا بتعدى على حدود وشخصية انا جسم ابني اه صحيح انا مامته لكن مش ملكاه انا راعية علي بمعنى انه الله اداني فرصة انه ابني شخصية وارعى وانشئ تربية سليمة للمجتمع لكن ان انا امتلكه ويبقى سوريا زي العبد وافضل الطش واضرف فيه انا عايز اقولك حاجة فيه ام من كام سنة يعني جاتلي وهي منهارا انهيار عصبي جديد جدا بسبب ان ابنها هو صغير كان عنده 3 سنين فكان فيه شوية مسامير ويكت لسه جايبة طاقم انتريب لا 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 ما تعديش بقاته هي والنبي انها عوارته وعليت كده لا 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 اكتر من كده سمعيني الولد عشان هو لسه صغير مش فاهم ففضل يخرم في طاقم الانتريب تعال بوز يعني فالأم انهارت وما قدرتش تدير غضبها ولا تتحكم في نفسها امت زي ما عمل الولد رحت هي مسكة المسامير بتاعتها اللي موجودة وفضلت تخرم في ايدي الكتر الانهيار وانها مش ضابطة نفسها قامت اللي حصل انه بعد الشر يا ربي ما يسمع ابدا لحد ولازم يكون كلنا وعيين قوي ان احنا في وقت الغضب هرمونات كتيرة زي الادريالين والكورتزول بيعلى مش بيخلونا مركزين قوي في اللي بنعمله فضلت تعمل فيه كده لغاية ما ايده تقطعت جالها غير غارينة مع تقدم الايام حصل انه الانتريب جاب واحد جديد فالولد بيقول لها ماما هو انا بقى كده ينفع ايدي تتجدد شفت الرد بقى متخيل دي بقى اللي جبت لها انهيار يعني انا كنت سبب فقط عييد ابني بسبب ان انا معرفتش قدير غضبي او ان انا بنفس غضبي فيه هي فعلا زي ما انت قلت كده غالبية الاباء والامهات اللي بيالجب الاسلوب اللي هو العنف البدني والضرب والتهزيق والكلام ده بينفسه عن غضبهم انت زي ما تسمعش كلامي ده انا ابوك انا الكبير وانت الصغير انت لازم تسمع الكلام مش الغرض التربية ودليل على ده انه فيه اباء وامهات بيضربوا ولادهم مش مرة واحد مرة واثنين وثلاثة واربعة على نفس الفعلة طب هل في حاجة تغيرت لا انا لازم افكر وعيد حساباتي مرة تانية انه لازم اغير طريقة التربية بالزبط مش هو ابدا الاسلوب انا ممكن على فكرة اخاف منك ومعاملش الفعل قدامك لكن اول ما تدرع عني انا هعمله اكيد شفت حالات كده كتير بيبقوا مرافضين مثلا الاهالي بيبقوا مرافضين مثلا حاجات معاينة خلينا نكلم على البنت عايزة تتمكيج لا عايب وحرام هتتمكيج برا واول ما تروح البيت هي مسحة كل حاجة فهي مش الفكرة في كده الفكرة ان انا ابقى عندي قلية قوية وشخصيتي قوية ان انا اقدر ادير حوار جيد نطلع منه بهدف ورد عليها وقال انت زي الامر انت جميلة مثلا خلينا وحنا لما نكبر شوية نبدأ بس انت زي الامر في عينية وشكلك جميل وما شاء الله ده جمال ربوني يعني برافو عليك احنا بنعمل كده نعزل سيقاتر نفسها بالزبط وحنا اصلا ليه نمنع الولاد من انهم يعملوا حاجة لو هي مش مضرة يعني لو هي حاجة مش خطر برافو عليك يعني لو هي عايزة تحطمك ما تحط هيجرارها ايه يعني ده انت هتتلقى امر لكن المشكلة ان الاهالي مشكلة ان الاهالي برضو النظرات الافكار القديمة انه لا البنت ما ينفعش تعمل كده ما ينفعش تحط الافكار السلبية القديمة اللي تورسناها احنا مش بنفكر اغلب الافكار والمعتقدات والمورصات بتاعتنا بنستلمها كده بنطلع شايلين شنطة مثلا بتاعتنا احنا ترابينا ازاي بنروح حملينها على بيتنا جديد على فكرة حمنا رفش نربي زي ما ترابينا